اشتركوا في القناة وَأَمَّا كُلِّ الَّذِينَ قَابِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانِ عن الرب يسوع طبعا قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله حباي وصلنا للآية الشهيرة دي آية 12 آية محورية اللي بتقول وأما كُلِّ الَّذِينَ قَابِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانِ أن يصيروا أولاد الله من اللافت أنه بحسب ترتيب الله وعلمه السابق أنه اليهود هم أصلا الشعب اللي جيه فوسطهم الرب وجيه عشانهم لكن رفضوا رفضوا وطبعا في آلاف من عامة الشعب آمنوا به طبعا الرؤساء اليهود رفضوا لكن الشعب كتيرين آمنوا به وده بحسب ترتيب الرب وعلمه السابق على فكرة عشان يفتح باب الخلاص على مصرعيه لملء الأمم دي كانت الخطة من الأساس الخطة الأصلية وده اللي بيقولوا هنا في آيتنا آية تأملنا أنه كل الذين قبلوا كل الذين قبلوا الرب المخلص الآتي من السماء الرب الإله وعي بالحياة والنور ينالوا الخلاص الأبدي وده بيفكرنا بعبارة قالها الرسول بطرس لما زار كرنال يوسف تذكره في أعمال أصحى عشرة وقال أنه كل من يؤمن به ينال باسمه أفران الخطايا وطبعا الآية الشهيرة اللي قالها الرسول يحنى كمان كاتب هذا الإنجيل واللي تعتبر الآية المفتحية لهذا السفر وأما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع والمسيح ابن الله ولكي يكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه يحنى عشرين وواحل وثلاثين حقيقة قبول البسيح كالرب والمخلص تمنح الإنسان حياة جديدة ولادة جديدة طبيعة جديدة وده كلها مرادفات لعملية تغيير شامل شامل بيقوم بها الرب في القلب بيجريها الرب بالروح القدس في قلوبنا عملية جراحية روحية إنجاز التعبير نقدر نسميها عملية ألاحظ معايا روعة هذا العمل أحبائي أنه ناهدية مجانية بدون أي استحقاق أو تمن أو مجرد قبول المسيح مجرد قبول المسيح كالشخص الوحيد المخلص الفادي المجيد اللي جي من السماء عشان كده بيقول الواحي في رسالة رمية تلاتة اربع وعشرين متبررين مجانا بنعمته الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه ليظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة أو الخطايا السالفين بإمهال الله وكمان في آية تانية في منتهى الروعة قالها الرسول الرسول بوليس بوحي روح القدس كمان في تيتوس الثلاثة آية خمسة لسبعة يقول لا بأعمال في بر نعملناه بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكابه علينا بغنى في يسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية يا سلام دي امتيازات دي امتيازات كل اللي قبلوا اللي قبلوا اللي قبلوا الرب يسوع المسيح وربا ومخلصا وسيدا على حياتهم ولدوا ولادة جديدة من فوق بالروح القدس ونالوا عطية وفران الخطايا والحياة الأبدية في دم المسيح اللي صفق على الصليب وبقوة روحه المحي لنا هذه البركات والامتيازات والأمجاد في إنجيل ربنا يسوع المسيح اللي خلص ربنا برككم بصالة من كل قلبي كل الكلمات دي لمست قلوبنا كلنا قلمة الرب حية وتعمل في قلوبنا لإلهنا كل المجد نشوفكم الحلقة الجاية أمين